اهلا بكم طلاب دكاتر توباش مهندسين الصف الخامس ابتدائي محل تدريبات تدرب على الدرس الاول من كتاب الاضواء اكتب الكسر الاعتيادي الذي يعبر عن الجزء المظلل في كل دائرة مما يأتي في ابسط صورة اول واحدة هنا ملونة واحدة على كلهم اربع حتة يبقى واحد على اربعة تاني واحدة ملونة تلات اجزاء على كلهم تمانية يبقى تلاتة على تمانية هنا ملونين اتنين على كلهم تلاتة يبقى اتنين على تلاتة هنا ملونة نص يعني واحد على اتنين هنا ملونين اتنين على كلهم خمسة ملونين اربعة على كلهم ستة والاربعة الستة ليها اختصارة حالة نص الاربعة اتنين ونص الستة تلاتة يبقى ابسط صورة اتنين على تلاتة اكتب الكسر العشر الذي يمثله الجزء الاخضر والجزء الاحمر في كل دائرة مما يأتي في ابسط صورة الجزء الاخضر يمثل نقاط من الدايرة ده بيمثل نص الدايرة يبقى اكتبها 5 من 10 النص يعني 5 من 10 والجزء الاحمر ده بيمثل الربع الربع نحفظه ب25 جزء من 100 الجزء الاخضر هنا تلت تربحهم طب تلت تربحهم اللي هي معناها 75 على 100 اللي هي 75 من ايه من 100 يعني 75 من 100 الجزء الاحمر ده بيمثل الربع قلنا الربع ب25 والنص ب5 من 10 الجزء الاخضر يمثل نقاط من الدايرة الاخضر ده بيمثل الربع يعني الربع 25 من 100 الجزء الاحمر بيمثل برضو ربع الدايرة 25 من 100 اكتب كل من الكسور التالية في صورة كسور عشرية كما بالمثال الواحد على العشرة وفي صورة عدد عشرية دي واحد على العشرة يعني معناها بتساوي واحد من عشرة دي تلاتة على عشرة يعني معناها بتساوي تلاتة من عشرة اتنين على خمسة لازم الخمسة دي اخليها عشرة لازم هنا تضربها في كام تضربها هنا في اتنين وفوق في اتنين هتبقى اتنين في اتنين باربعة وإيه اتنين في خمسة بعشرة بيجيت اربع على عشرة اللي هي يعني معناها اربعة من عشرة هنا اربعة على خمسة طب عايزة اخلي الخمسة دي عشرة اضربها في كام هتضربها في اتنين تحت وفوق هتبقى اربعة في اتنين بتمانية وخمسة في اتنين بعشرة يعني بتساوي تمانية من عشرة 3 على 20 العشرين عايز اخليها 100 يعني اضربها في كام هاضربها في 5 تحت وكمان في 5 فوق 3 في 5 وخمسة في 15 وخمسة في 20 بمية يعني معناها بتساوي 15 من 100 الربع معروف ان هو 25 بس اضربه في كام هتضربه تحت في 25 وفوق في 25 واحد في 25 وخمسة وعشرين فاربعة بمية يعني 25 من 100 اذا كان عدد الاشخاص المشاركين في الاستبيان هو 100 شخص فلاحظ القطاعات الدائرية ثم اجب مع عدد الاشخاص الذين يمثلهم الجزء الاصفر الاصفر بيمثل 5 يبقى حقول 5 في الدايرة كلها بتمثل 100 5 في 100 دي مقامها واحد 100 في واحد بمية على الخمسة هنزل السفر وعشر على الخمسة فيها الاثنين يعني 20 شخصا مع الاشخاص الذين يمثلهم الجزء الاخضر الجزء الاخضر دول 3 على العشرة يبقى حقول 3 على العشرة في مية مقامها واحد مية في تلاتة بتلتمية تلتمية عايز اكسمها على عشرة طير سفر مع سفر هيفضل فيها تلاتين شخصا مع عدد الاشخاص الذين يمثلهم الجزء الاحمر الجزء الاحمر ده نص يبقى نص في مية مقامها واحد مية في واحد بمية على اثنين مية على اثنين يعني بتساوي خمسين شخصا اجب مستعين بالقطاعات الدائرية في كل مما يلي القطاعات الدائرية المقابلة توضح الرياضة المفضلة لدى مية تلميذ فيها الصف الخامس التدائي ما عدد التلميذ الذين يفضلون قرة القدم قرة القدم اللي هي لونه اخضر ده بتمثل النص يعني معناها عايز نص في 100 مغر ما تحسب نص المية كام يبقى خمسين تلميذ ما عدد التلميذ الذين يفضلون الجنباز الجنباز بالاحمر يعني معناها واحد علشرة واحد علشرة في مية بتساوي طير سفر مع سفر يفضل فيها عشر تلميذ ما عدد التلميذ الذين يفضلون السباحة السباحة ليها باللون الازرق دولة واحدة على اربعة يبقى واحدة على اربعة في مية اكس من مية على اربعة يطلع فيها خمسة وعشرين تلميذة مع عدد التلميذ الذين يفضلونه كرة السلة كرة السلة بالاصفر تلاتة على عشرين تلاتة على عشرين في مية طير سفر مع سفر عشرة في تلاتة بتلاتين والمقام زي ما هو تلاتين على اثنين يطلع فيها خمستاشر تلميزا. توضح القطاعات الدائرية المقابلة الطعام المفضل لدى ستين ولدا في احد الاندية. ما عدد الاولاد الذين يفضلون الكشري? الكشري باللون الاحمر. الاحمر اتنين على خمسة. يبدو هجول اتنين على خمسة في ستين. ستين حضرابها في اتنين. ستين في اتنين يعني بمية وعشرين. والمقام زي ما هو كام? خمسة. لو جسمت المية وعشرين على الخمسة هيطلع فيها ربعة وعشرين ولدا. او ممكن اكسم الستين على الخمسة يطلع فيها الاتناشر. اتناشر في اتنين باربعة وعشرين. ما عدد الاولاد الذين يفضلون الشورمة. الشورمة بالاخضر. واحد على خمسة. يبقى واحد على خمسة في ستين. بتساوي. الستين يقسم على الخمسة. يطلع فيها الاتناشر. يبقى بيساوي اتناشر ولدا. ما عدد الاولاد الذين يفضلون الماكارونا. ماكارونا بالاصفر. يبقى واحد على عشرة في ستين. حطير سفر مع سفر. يفضل فيها ست اولاد. ما نوع الطعام الذي يمثله الكسر الاحتياج للتلاتة على عشرة. تلاتة على عشرة اللي هو ايه? اللي هو الدجاج. يبقى ده اسمه دجاج. ظل القطاعات الدائرية كما هو مطلوب ثم اجب. ظل التلاتة على الاربعة من الدائرة باللون الاخضر. اول حاجة هي الدائرة متجسم التمن حتد. فما ينفعش اخل المقام بتاعي اربعة. لازم اضربه تحت في اتنين. واضرب فوق في اتنين. فحيبقى ستة على التمانية. يبقى كده هلون ستة اجزاء باللون الاخضر. تعالي نلون يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد على التمانية باللون الاحمر. يبقى لون واحدة بس هنا. واحد على التمانية باللون الازرج. ادي واحدة من تمن اجزاء. اذا كان اربعين تلميذة نشاركه في الاستبيان. فما اجمالي عدد تلميذ الذين يمثلهم القطاع الملون بالازرج والقطاع الملون بالاحمر. دي واحدة على التمانية ودي واحدة على التمانية. يعني معناه هما الاتنين اتنين على التمانية. اتنين على التمانية فيه. كلهم باربعين تلميذ. نحسبها كده. نضرب في البسط ونسيبه المقام. اربعين في اتنين حيساوي تمانين. على التمانية. يبقى حيساوي عشر تلاميذ. ما الكسر العشري لمجموعة التلاميذ التي يمثلها القطاع الملون بالاخضر. هو جالك ان الاخضر تلاتة على اربعة. يبقى حقول تلاتة على الاربعة. عايزة اخل المقام بتاعي مية. حضرة بتحت في خمسة وعشرين. وفوق في خمسة وعشرين. خمسة وعشرين في تلاتة بيساوي خمسة وسبعين. على مية على خمسة وسبعين من مية. ظلل نص الدائرة باللون الاحمر. ادي الدائرة اهي. حلو نصها بالاحمر زي ما جال. واحد على اربعة باللون الازرج. يعني الربعة باللون الازرج. الربعة اهو. ده الربعة. واحد على اتناشر باللون الاصفر. يبقى لون واحدة من كلهم اتناشر حتة. يبقى لون واحدة بس. واحد على الستة باللون الاخضر. بس ما ينفعش انه يقول على دول الستة ومن كلهم اتناشر. يبقى لازم اضربها تحت في اتنين واضربها فوق في اتنين. هتبقى اتنين على الاثناشر. يبقى انا هلون جزئين باللون الاخضر. واحد. وادي التاني. ازا كان اربعة وعشرين تلميزا شاركوا في الاستبيان. فما عدد التلميذ الذين يمثلهم القطاع الملون بالاحمر. الاحمر يعني النص. يبقى حقول نص في كلهم اربعة وعشرين. هات نص الاربعة وعشرين. يبقى اتناشر تلميزا. ما عدد التلميذ الذين يمثلهم القطاع الملون بالاخضر. الاخضر هو بيقول واحد على الستة. يبقى حقول واحد على الستة في كلهم اربعة وعشرين تلميز. اربعة وعشرين على الستة بيساوي اربع تلميز. ما الكسر العشري لمجموعة التلميذ التي يمثلها القطاع الملون بالازرق. الازرق يعني الربع. الربع يعني معناها بيساوي خمسة وعشرين من مية. فكر لاحظ القطاعات الدائرية المقابلة ثم اكمل. التقدير الستين المناسب للقطاع المزلل باللون الاحمر. اللون الاحمر ده بيمثل ربع الدايرة. الدايرة كلها فيها تلتمية وستين. يبقى حقول تلتمية وستين في ربع. هات ربعها يبقى حيساوي تسعين درجة. التقدير الستين المناسب للقطاع المزلل باللون الازرق. يبقى حقول تلتمية وستين فيه. الازرق ده نصه. يبقى تلتمية وستين في نص يعني مية وتمانين درجة. التقدير الستين المناسب للقطاع المزلل باللون الأصفر الأصفر ده الربع 360 في ربع يعني بتساوي برضو 90 درجة تطبيق اقرأ ثم يجب أوافق أو لا أوافق يقول مالك أن قياس الزاوية التي تمثل ربع الدائرة بيساوي 90 درجة هل توافقه؟ هقوله وافق لأن 360 في ربع حيساوي 90 درجة اختبر نفسك على الدرس الأول اختر الإجابة الصحيحة الكسر الاعتيادي 3 على 10 يمثله الكسر العشري التلاتة تجد على الكرس الأول هتبقى 3 على لما سفر يعني 3 من 10 قياس الزاوية التي تمثل نص الدائرة الدائرة كلها 360 نص يعني نقسمها على 2 يبقى نصها 180 درجة في الشكل المقابل الجزء المظلل يمثل نقاط سطح الدائرة الجزء ده بيمثل الربع 1 على 4 أكمل ما يأتي التقدير الستيني المناسب للجزء المظلل فيه الشكل المقابل هنا ملونين اتنين يعني اتنين على كلهم ستة أجزاء يعني اتنين على الستة اتنين على الستة اختصار يعني في أبسط صورة يبقى واحد على التلاتة اللي هي نص دي يعني ونص دي يعدي الواحد على التلاتة حضربها في 360 درجة عشان الدائرة فيها 360 درجة 360 حكسمهم على التلاتة حنزل السفر وستة وتلاتين على التلاتة فيها الاثناشر يعني 120 درجة الكسر الاعتيادي الذي يمثل اتنين من عشرة من الدائرة هو نقاط اتنين من عشرة يعني معناها اتنين على عشرة عايزة في أبسط صورة هتنص الاثنين وهتنص العشرة الاثنين نصها واحد والعشرة نصها خمسة يعني واحد على خمسة المثلث الذي به زاوية قائمة يسمى مثلثا نجط طبعا لقياسات زوايا يبقى اسمه قائم الزاوية الشكل المقابل يوضح انفاق أسرة فإن أكبر مبلغ ينفق فيه الطعام مبين من شكل في الطعام أجيب مستعينا بالقطاعات الدائرية المقابلة ما الكسر الاعتياد الذي يمثل الجزء الملون باللون الأحمر الجزء الملون باللون الأحمر ده النص ما الكسر الاعتياد الذي يمثل الجزء الملون باللون الأزرق اللون الأزرق ده هو الربع يعني واحدة لأربعة ما التقدير الستين المناسب للزاوية التي تمثل الجزء المظلل باللون الأحمر الدائرة فيها تلتمائة وستين تلتمائة وستين يعني هكسمها على اتنين. يبقى هتطلع الزاوية فيها مية وتمانين درجة. توضح القطاعات الدائرية المقابلة. الرياضة المفضلة لدى مية تلميز في احد الاندية. مع عدد التلميذ الذين يفضلونها كرة اليد. كرة اليد اللي هي لونها احمر. يبقى الربع يعني معناها هقول ربع في مية. يعني هتربع المية. اكسم المية على الاربعة هيطلع فيها خمسة وعشرين تلميزا. مع عدد التلميذ الذين يفضلونها كرة القدم. كرة القدم اللي هي لونها اخضر. دي اتنين على خمسة. يبقى هقول اتنين على خمسة في مية. مية حضربع في اتنين بتساوي متين. متين هكسمها على الخمسة. بالعجل كده متين جنيه عاز اكسمه على خمس اشخاص. هنزل السفر. وعشرين على الخمسة فيها الاربعة. يبقى اربعين تلميزا. مع عدد التلميذ الذين يفضلون الجنباز. الجنباز اللي هو بالاصفر. يعني واحد على عشرة في مية. طير سفر مع سفر. يبقى بتساوي عشر تلاميذ. مع عدد التلميذ الذين يفضلون السباحة. السباحة اللي هي بالازرق اللي هي الربع. يبقى هقول ربع في مية. مية عزك سمع على الاربعة هيطلع فيها خمسة وعشرين تلميذا. ادعمنا بالاشتراك بالقناة. لازل الكل جديد. شكرا.